أعلن الديوان الملكي الأردنية عن عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الأميرة رجوة خالد آل سيف حضر عقد القران الذي جرى في قصر زهران العامر عددا من الأمراء والأميرات وعددا من القادة والمسؤولين من دول عدة وأعلن الديوان الأردنية عن صدور قرار ملكي بمنح زوجة الأمير الحسين لقب الأميرة بمناسبة عقد قرانهما اشتركوا في القناة